في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 2007 وبعد رحلة طويلة وصل السفينة حنظلة قادمة من النروج إلى أحد موانئ مدينة يوتبوري حيث يعمل تحالف أسطول الحرية على تنظيم مبادرات إنسانية متعددة تستهدف كسر الحصار وإيصال المساعدات إلى غزة نحن هنا لأننا نريد مناقشة تداعيات الوضع في غزة ومشروعنا لنقل مواد البناء إلى غزة باستخدام قاربنا الذي يتجه إلى هناك هناك خطر على أننا لن نتمكن من ذلك لقد حاولنا منذ عام 2010 ولكن أعتقد أننا هذه المرة سننجح لأن العالم يراقب إسرائيل والجريمة الفضيعة ضد سكان غزة لذا أعتقد أنه بفضل دعم العالم بأسره سنتمكن من التغلب والدخول إلى غزة السفيرة الفلسطينية في السويد وشخصيات سياسية مؤيدة للقضية الفلسطينية إلى جانب جالية عربية وفلسطينية كبيرة مع المئات من السويديين المناصرين للقضية الفلسطينية كانوا في استقبال السفينة التي حملت اسم حنظلة جئنا إلى مدينة يوتوبوري لنستقبل سفينة حنظلة التابعة لشبت غزة ولكن هذه السفينة اليوم ستنطلق إلى غزة ليس فقط لكسر الحصار التي دامت 16 عاماً إنما للفت انتباه العالم لاستمرار الإبادة الجماعية بحق شعبنا لأكثر من سبعة شهور نحن نطالب بوقف هذه الإبادة نطالب بحماية شعبنا ونطالب بإنهاء الاحتلال الحضور أكدوا في كلماتهم على ضرورة إنهاء الحصار ووقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني كما أقيمت فعاليات فنية موسيقية ومسرحية تحاكي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة بالإضافة لمعرض للفنون الفلسطينية هدف مشروع سفينة إلى غزة هو كسر الحصار الفضيع والوحشي على قطاع غزة الذي دام لمدة 20 عاماً تقريباً حيث يحظر توريد كمية معينة من الطعام وتمنع مواد البناء والأدوية وكل ما هو ممكن من الدخول بما في ذلك الماء والكهرباء يقيدون كل هذا ويمنعون الكثير من الأمور من الدخول إلى غزة مما يجعل حياة السكان في غزة جحيماً حقيقياً يجب علينا وقف هذا لأنه أسوأ كارثة إنسانية تحدث في العالم اليوم يجب علينا أن نقول أنه هي أصبحت أيقونة أيقونة للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع التضامن مع شعبنا في غزة ولكن ربما هي لن تذهب إلى غزة بقدر ما هي سوف تقدم تجمع المساعدات والمعونات ويتم شحنها ببعض الصفن الأخرى وهي تعتبر أحد رموز كسر الحصار على غزة ومساعدة أهلنا وتضامن مع أهلنا وشعبنا في غزة تتمحور جهود أسطول الحرية في محاولة كسر الحصار وتقديم المساعدات الإنسانية ورفع الوعي بالمعاناة التي يواجهها أهالي قطاع غزة نتيجة الحصار والحرب الدامية التي يتعرضون لها منذ أكثر من سبعة أشهر علي طالب لتلفزيون فلسطين مدينة يوتوبوري جنوب السويد